أهلا وسهلا مجددا في هذا الحوار. الحوار يدور حول الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل. والسؤال إلى أين هناك العديد من الأسئلة والعديد من الطروحات حول أفاق العمل والإمكانيات المتاحة كما قلنا. والنقاش في الجزء الأول كان حول العلاقة. هل هي علاقة مع الأنظمة العربية أم مع الشعوب العربية؟ في هذه الحلقة معنا ضيفين النائب جمال زحاركا رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي وعصام مخهول النائب السابق ورئيس معهد إيميل دومان للإبحاث الفلسطينية الإسرائيلية. قبل الخروج إلى الفصل كان السؤال أو الحديث مع النائب جمال حول هل العلاقة هي مع الأنظمة نفسها جمال؟ أنت هناك لديك موقف تبرر هذه العلاقة في حين أن عصام يرفض هذه العلاقة مبدئيا. أنا لا أعتقد أنه أصام يرفضها مبدئيا يعني كان هناك مش نمس معنا. أنا أقول إيش أرفضه إيش لا. ويضعها ضمن شروط معين. هكذا فهمت أنا. أنا سمعته جيدا. المستمع جيد. وقال أنه يضعها ضمن شروط معين. الآن يعني دعنا يعني بأعتقد أنه موضوع التواصل إذا كانت الحلقة عن التواصل فليكن. لا لا هو الحكا سيكون لعدة محطة. الآن نحن نواجه المشكلة الأكبر الكبرى بالنسبة لنا يعني حطينا ضعها على الطاولة في موضوع التواصل. هو أنه الأنظمة وحتى حركات شعبية يعني تخلط بين التواصل والتطبيع. وتعتبر التواصل معنا كنوع من التطبيع. كما هو مريح لها بالمناسبة يعني في بعض بالنسبة للأنظمة. وبالنسبة للحالات الشعبية حتى تمنع أي حالة من التطبيع مع إسرائيل أو ما تسنوا التطبيع. فنحن نجد أنه فنان من عندنا أو فنانة عندما يظهر في مصر أو في الأردن أو في دولة أخرى. ويقال له بأنك أنت تحمل جواز إسرائيلي وأن ظهورك في المصر هو نوع من التطبيع. ونحن نعرف عن حالات اللي فيها حتى النظام المصري وأذرع المختلفة منعوا فنانين من عندنا. فنانين وطنيين يعني مناضلين حتى منعوا من الظهور في مصر تحت يافطة. أنهم ظهورهم يمثلون. صحيح هناك يعني هناك تناقض ما بين وتعريف هذا التطبيع أصلا. بالنسبة لنا بالتواصل مع العالم العربي. هو حاجة حياتية ومصيرية بالنسبة لنا. يعني أنت يعني اظهر انظر على أي شيء. هناك مثلا فرضا ممثل أو سينمائي. هناك فرق بين أن يصنع يعني يعمل فيلم هنا وأن يكون العالم العربي مفتوح أمامه. وأن يكون أنا أعرف ممثل مسرحي كبير. عندما زار سوريا وظهر هناك وقدم عرضا صغيرا في مسرح في دمشق والتقى بالمسرحيين السوريين. عاد يبكي من ما شهده وما يخسره بسبب هذا الانقطاع عن محيط ماء الطبيعي. نحن بطبيعة الحال أحزاب سياسية وحركات سياسية لنا مواقف الأنظمة العربية متباينة. يعني الحقيقة متباينة. نحن نفسنا نفس الموقف يعني بالنسبة للنظام مثلا المصري وما يفعل النظام المصري. يعني موقف التجمع مثلا يختلف ربما عن أحزاب أخرى. ولكن دعني جمال فاوتني بدي أسأل أنا أسأل هناك تناقض في المواقف بأي معنى يمكن كل أحزاب يعني حسب العلاقات يعني هناك مثلا انتكاد ده نظام معين بينما نظام آخر من غض الطرف ما بنحكي عليه وموجود هذا في التجمع يمكن وحزاب أخرى يعني عموما عموما يعني بدي أحكي بصراحة قطر. طيب هل التجمع لديه مواقف مباشرة مثلا يدعو إلى تغيير النظام في قطر؟ بلاش إخراج القواعد الأمريكية من قطر؟ نحن مع إخراج طبعا بطبيعة الحال نحن مع إخراج القواعد الأمريكية من كل المنطقة نحن نعتبر نفسنا جزء من المعسكر المعادل للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. إذا لم يكن ذلك واضحا فكل الناس تعرف ذلك يعني على الأقل ظهر ذلك جليا في كثير من الأمور حتى بالموقف من السلطة الفلسطينية ومن قضية المفاوضات ومن موقفنا الحازم التي حساب أخرى كان لها مواقف أخرى في هذا الموضوع. الآن نحن يعني باعتقادي أنه يجب أن نرى الطريق ونضع الحدود بشكل اللي يفهم الناس. ما المشكلة كانت في زيارة القذافي؟ المشكلة أن هناك بعض الأطراف وبعض القيادات العربية بالغت في المديح وكيل المديح حتى تكسب بعض المكاسب. أنا أعرف ماذا تريد أن تكسب. يمكن بس هذه هي قضية. هناك فرق بينه أن تتحدث أن تلتقي مع أحد وتتحدث معه برصانة ونحن نريد تواصل وكذا. وبين أن تقول عنه ملك الملوك وبأنه أعطى السلطة للشعب وبأنه كذا. هذه التفاصيل الأقل الأهمية. أنا أشعر أن هناك محاولة ليس من أعجمال فقط لتركيز الأنظار فقط على هذا النقاش. أنا أطور النقاش. أنا لدي موقف عسام ولكن أنا أطور النقاش. أطور النقاش بالفعل. هذا يمكن أخذ جانب واسع من هذا. ليست قضية. ولكن جمال قال جمال قال. أن الحزب الشيوع التي تنتمي إليه أنت. استنى. قال أن الحزب الشيوع التي تنتمي إليه أنت. هو يفضل أن لا يلتقي مع اليمين العربي. إنما بحماس هو يلتقي مع اليسار السهيوني. سأتعامل مع هذا. هل هذا؟ سأتعامل مع هذا. ولكن قبل. قبل ذلك. هذا ليس الموقف المهيمن بجل broadlyبال Without worry. الموقف المهيمن هو لقامة اليمين الفلسطيني. يجب. يجب. أنا أقترح أنه يعني أولا يجب أن توضع الأمور في سياقها الحقيقي في النقاش ما هي المسألة التي نتحدث عنها عندما نتحدث عن التواصل عندما نتحدث عن التواصل نتحدث عن مكانة النظام العربي الرسمي في القضايا التي تهمنا الجوهرية في قضية الشعب الفلسطيني هل يستطيع أحد أن يدافع عن موقف النظام العربي الرسمي من التدخل أو التداخل في القضية الفلسطينية؟ في كل مرة تدخل النظام العربي الرسمي في القضية الفلسطينية أساءل القضية الفلسطينية ضغط على الجانب الفلسطيني لقبول الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية ضغط أو وافق بشكل مباشر أو غير مباشر على عدوان على قسم من الشعوب العربية أو مقاومة أو من يواجه العدوان الأمريكي والإسرائيلية كان في العراق أو في غزة أو في جنوب لبنان هل هي حقيقة؟ نحن لا نستطيع أن نغسل أيدينا منها عندما نلتقي مع النظام العربي الطضية الثانية والتي يجب أن تكون واضحة وعليها النقاش في كل مرة امتدت أيدي النظام الرسمي العربي سياسيا أو ماليا إلى ساحة الجماهير العربية أساءت إلى كفاحية هذه الأقلية القومية العربية وإلى دورها وإلى موقعها وإلى جاهزيتها للمواجهة مع المخططات الإسرائيلية ولذلك عندما نتحدث عن التواصل نحن نتحدث عن هذا واللي بده يناقش أنه من أجل التواصل أنا موافق أنه ممكن يكون عندنا تفاوت في المواقف كأحزاب أنا لا ألوم حزب يقول أنا من يشبهني هو الأنظمة العربية هو العالم العربي بما في ذلك بنظامه الرسمي فلذلك أنا أريد أن أتواصل معه ما عندي مشكلة عندي مشكلة مع الموقف ولكن أفهمه إذا كنت أنا كحزب شيوعي أتواصل أعتقد أن النظام الاشتراكي ممكن يتفق معي أو لا يتفق معي هو الأفق وهو المستقبل الذي أنا أريد أن أصل إليه فأنا أتواصل مع النظام الاشتراكي من منطلق أجلوجي فكري واضح سياسي مش مخبة ولكن أن أقول أني أنا أريد أن تواصل مع العالم العربي ولكن في نهاية المطاف يمكن تقزيم هذه العلاقة إلى علاقة مع أنظمة تستطيع أن تنزل إلى ساحتنا البترو دولار الدولارات ذات الرائحة النفط من أجل تحقيق مكاسب سياسية ومن أجل استعمالنا أيضا كمقدمات للتطبيع ولتبرير تطبيع آخر تقوم به هي ليس من خلالنا ولكن تقوم به وهي تريد أن تكون متوازنة في هذا المعنى يعني نحن لا نستطيع أن نقلص النقاش إلى أن هناك من يريد التواصل ومن لا يريد التواصل للمشكلة العالم العربي وهي علاقتنا مع العالم العربي هذا جانب أنا أقول الآن أصبح واضحا دائما كان هذا النقاش أنا أقول هذا متواصل عشر سنين أنا أخذ هذا النقاش في داخل الأطر التي نطرح فيها هذا النقاش ولذلك هذا النقاش ليس نقاش نابع عن زيارة ليبيا وهي زيارة ليبيا هي الظاهرة هي ليست القضية هي الإنعكاس للقضية ولذلك أنا أقول الآن أصبح واضحا وصلنا إلى نقطة بسبب عظم اللخظة التي نعيشها والثورة العربية الواسعة التي أعادت الاعتبار إلى الشعوب أن نسأل هل يمكن المراهنة على النظام العربي أم على الشعوب العربية وأنا أعتقد أن الخيار واضح في هذه القضية هذا يختلف تماما عن دورنا على الساحة الإسرائيلية نحن دورنا السياسي الرئيسي والأساسي والجوهري هو على الساحة الإسرائيلية ما نستطيع أن نقدم لقضية شعبنا أو لشعبنا الفلسطيني ككل أو لقضايانا نحن اليومية والقومية هو على الساحة الإسرائيلية وعلى الساحة الإسرائيلية يجب أن نبني حالة سياسية لا نعطي الفرصة فيها لليمين الفاشي بعزلنا وإنما نعمل على عزل اليمين الفاشي ولذلك نحن طبعا نبحث عن شركاء في هذه المعركة بالذات مع كل من يريد من يستعد للمواجهة مع اليمين الفاشي ولكن أعتقد أنه جمال سيكون معنا في هذه القضية وليس منعزل ولكن لماذا هذا التغليب جمال؟ هذا التغليب، تغليب العلاقة وكأنه نحن هنا في الداخل هذه هي القضية المركزية عندنا على حساب أيضا علاقاتنا مع العالم الخارج دعني أقول أمر لأنه أنا باعتقادي أنه نحن نعاني كأقلية قومية معاناة كبيرة جدا ونخسر كثيرا بسبب انعدام التواصل المطلوب مع العالم العربي يعني واجب العالم العربي أن يدعمنا يعني لا يعقل يدعمنا بالدولار يدعمنا ماديا ويدعمنا العنوية ويدعمنا ويدعمنا في أفاق ولكن من يدعمنا هو النظام من يملك الدولار هو النظام ولست هذه الشعوب التي خرجتها للشواري ليس بالضرورة صحيح؟ لا لا هناك يعني نحن كما والدولارات تصل إذا سأحدت عن طريق النظام يعني الروبيلات أحسن الروبيلات والشواريات والروبيلات أحسن ليس كل المال موجود مع النظام يعني دعنا نقول لذلك هل هناك رؤوس أموال عربية يجب أن تدعم وفلسطينية أيضا يجب أن تدعم مؤسساتنا الثقافية التي هي بحالة بائسة جدا يجب أن تدعم مصرح عندنا يجب أن تدعم ومؤسسات ثقافية في العالم العربي يعني ليس بالضرورة كل نظام كل ما يأتي من العالم العربي ومؤسسات المتحدة مقبول وما يأتي من العالم العربي يعني من هي السنديق؟ العالم العربي هي سنديق تابعة للولايات المتحدة صندوق فورد ولا صندوق حدا تاني يعني هذا إفساد صندوق مثل التعاون صندوق مثل التعاون صندوق مثل التعاون يعني نحن نعيش في حالة هناك حصار إسرائيل علينا ونحن نقول أنه ليش أنه العالم العربي تريد أن يعطينا وإحنا رفضين نحن نشكو وناتهم العالم العربي عموما بإهمان هذا الجزء الحي من العرب ومن الفلسطينيين على كافة المستويات ليس فقط الدعم هو دعم مادي هو دعم أيضا فتح أفاق تعاون ثقافي ولكن دمن دمن إطار هذا النقاش موجود في العالم العربي دمن إطار من يمول هو يعطي الموكف لا أتحدث عن التعاون حتى بمرامج التعليم بالعالم العربي يعني لا يعرف الناس طالب يعني في العالم العربي لا يعرف من هم الفلسطينيين 48 لا يعرف عن حالتنا من نحن ما هي أحوالنا نحن نريد أن ننفتح نريد أن تفتح الجامعات أمامنا حتى ندرس لغة عربية يعني هذا التواصل هو شيء طبيعي نحن يجب أن لا نحشر أنفسنا يعني نقبل بالحصار الإسرائيلي نجب أن نشب على الطوق ونحن إسرائيل تريد أن تضعنا في غيتو ويجب أن نخرج على هذا الغيتو الآن الخيارات السياسية الآن الكلام بأنه كل من يشب على الطوق يعني يرتمي في أحضان النظام العربي وكأن العالم العربي 250 مليون هم بس فقط أنظمي بطبيعة الحال التواصل السياسي سيكون بين كل الشبيه يتواصل مع الشبيه والحركات الإسلامية تتواصل مثلا الحركات القومية تتواصل اليسارية تتواصل بطبيعة الحال كل من يعني هذا الشيء طبيعي هيك بيصير وهذا تواصل هذا تواصل الآن بلكن نحن نقول بأنه الأنظم العربي يعني كان مريح لها أن تقول من جهة هي تتعامل مع إسرائيل ويلتقون بالإسرائيليين وتكون علاقات اقتصادية ومخابرتية مع إسرائيل ومن جهة أخرى يعني يقول أنه أي علاقة معنا سواء كان اقتصادية أو غيره أو ثقافية يقول عنه تطبيع حالي ثنائي يعني غير مقبولي لا يعقل لا يعقل أن يفرض علينا حصار عربي أيضا نحن نرفض هذا الأمر ونحن يعني نشرح ذلك واعتقادي أنه كثير اليوم بالعالم العربي حتى على سبيل المثال مثلا الفنان نوري الشريف بعد هبت أكتوبر 2000 طلع على التلفزيون عدة مرته وبدأ مشروع لجمع أموال من قبله مع المثقفين والفنانين لإقامة دار ثقافة ودار سينما كبيرة في مدينة الناصرة أين ذهب هذا المشروع هل هذا ليس حق لنا بس هل النقاش هل من المعقول هل النقاش على عمر الشريف على نور الشريف لا لا أنا على أهمية التواصل على ضرورة التواصل ليس هذا موضوع النقاش لا هذا موضوع مش هذا موضوع النقاش هذا أنا قلت منذ البداية حتى عندما كانت مؤلاء يعني هذا أمر لا لا ما أنت أنت الآن تأخذ الأمور إلى مكان آخر غير واقعي لأنه ليس هذا النقاش ليس هذا النقاش هذه القضية أنا اللي قلت وأنا لازلت أقول منذ البداية حتى عندما كانت مغلقة كل الأبواب كان يجب أن يتم التواصل الثقافي والفكري والسياسي وأنا موافق مع القوى الشبيهة بنا أنا مع القوى المشبيهة بنا ولكن ما الذي يجعلنا نحن مقبولين نحن في نهاية المطاب أعضاء كنيسة في أحسن الحالات في أعلى الرتب لماذا لن نتواصل مع أعضاء برلمان في الدول العربية ونتواصل مع حكومات لماذا يعني السؤال هل نستطيع أن نتوخى أن تحمينا العلاقة مع أنظمة العربية التي لا تستطيع أن تحمي شعوبها التي تشكل مصدر الخطر الرئيسي على شعوبها كما نرى ذلك الآن هنا النقاش يعني أنا أرجو أن نتناقش على القضية الحقيقية هذا هو النقاش الحقيقي كل الأمور الأخرى نحن متفققون عليه أن يكون فيه اتصال ثقافي وأن يكون فيه تواصل مع قواته يعني نحن نلتقي معها هل هي على هذا النقاش سنواصل النقاش ولكن مرة أخرى مطرين الخروج إلى الفاصل